لكن عندما حماس تمسك بالأطفال فوق رؤوسهم وتقول ها أنا ذا تعالوا تعالوا وقتلني ذلك ما تفعله حماس هي تستخدم هؤلاء الأطفال كدروع بشرية هذا أمر مأسوف له طبعا وإسرائيل تتصرف كذلك قل لي ماذا تفعل إسرائيل أنا للحقيقة لا أدري أين شاهدت أنت مثل هذه المشاهد وحماس تأتي بعشرة آلاف طفل ترفعهم فوق الروس لماذا لم تقتل أو لماذا لم تقوم إسرائيل بقتل عشرة آلاف حمساوي مقابل أنها قتلت عشرة آلاف طفل فلسطيني وهم محمولون فوق الأكتاف لعناصر حماس سيد جودستاين ليس لدينا أي فكرة كم من رجال حماس قتلوا نحن نعتبد على نزاهة منظمة إرهابية تقول أنهم قتلت آلاف ومائتي إسرائيل لم يفعلوا شيئا ضد حماس أنت تقول أشياء تبدو كأنها في أفلام للحقيقة أنا لا أقلل منك جثثا أنتم أريتم قتل وموت في السابع من أكتوبر وأيضا الرهابي حماس الذين يقولون يا أمي يا أمي قتلت عشرة يهود بيدي أعتقد أنكم عرضتم ذلك أيضا أين رأيت هذا المشهد جودستاين حتى أستطيع أن أعود إليه وأتابعه أين رأيت مشهد أن هناك حمساوي يقول يا أمي قتلت عشرة وسأقتل المزيد وأين رأيت طبعا مشهد عناصر حماس العشرة آلاف وهم يحملون عشرة آلاف طفل فوق رؤوسهم أين رأيت هذه المشهد جودستاين الجميع في مجلس الشيوخ وفي الولايات المتحدة رأوه وكثيرون آخرون رأوا ذلك الفيديو مدته 43 دقيقة يظهر فضاء على تقامت بها حماس في السابع من أكتوبر أنت شاهدت هذا الفيديو جودستاين؟ أنت شاهدت هذا الفيديو؟ لا لم أره ولكني تحدثت أولياء ناس فعلوا ذلك أنت لم ترى هذا الفيديو؟ لم ترى هذه المشاهد؟ فقط تنقل لنا ما استمعت إليه؟ من تحدث إليك وأبلغك أنه رأى؟ من جودستاين؟ لدي العديد من الأصدقاء في الكونغرس وهم صحفيون أيضاً وأنا أي شخص يقرأ الأخبار منذ ذلك الحين رأى تقارير حول أناس شاهدوا ذلك مسؤول في يوم آيام بحجمك في إدارة بيل كلينتون فقط ينقل ما لا يرى منظمات التابعة للأمم المتحدة مثل الأنروا مثل اليونيسيف هي التي تحدثت عن قتل آلاف الأطفال بسبب العدوان الإسرائيلية على قطاعها هل هذه المنظمات إرهابية جودستاين؟ أنروا ليس لها أيدي نظيفة نحن نعرف من شهادات بعض الرهائن الذين تم أطلاق صراحهم أن أنروا تعمل يداً بيد مع حماس أنا مندهش جودستاين أنتك مسؤول سابق تتهم الأنروا وهي منظمة تابعة للأمم المتحدة بأنها بشكل أو بآخر غير كفأة في أداء عملها أنها تكذب جودستاين تتهم الأمم المتحدة أنها تكذب هذا للحقيقة هذا مدهش للغاية الحقيقة لفت نظري أنك وصفت الرئيس حافظ الأسد بأنه يقتل الأطفال رجل شرير هل نتنياهو شرير أيضاً بقتله للأطفال أم لا؟ كما وصفت بشار الأسد الأسد حرق بالغاز آلاف الأطفال ونتنياهو يدافع عن بلد تم احتلاله أو غزوه من إرهابيين ارتكبوا جرائم لا توصف اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر